اشتركوا في القناة 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 يمكنه ادخل النصاية و تحتاج الساعة ببنى الزوج هنا يوجدنا قناة جدا رامق ببنى و أخورنا هذا الطرشن يجب أن ينزل حاولة لمدة ما لنزل القنات نطلق انتفاراته هذا الطرشن أيضا لأخذ خبزة نضع تجور من الفتحة الملتحة نضيفها بعض الفرنة نغطيها ونجعلها ترتاح نحن قمنا بطبس بار بار تقدروا سلة الخبز تعدهم نحن قمنا بصق خفزن التالج فقط من خفزن الواء منفط ورد نحن قمنا بحقق لخفزن نحن قمنا بزها نحن قمنا بحق بس ونوان ونازم توجد السبب توجد السبب نحن 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 انكمه سوئة لا يوجد نفسه نعم هذه الأسطوات تكون خونة بالمغلاق تحت تضعها في الفور حتى تضعها إلى 250 دقائق تضعها إلى تسخن لكننا يجب علينا أن تخلقها تكون خونة تصعبها تجده تقوم بالطيبة هذه الأسطوات تشجن في الفور تكون خونة لديها 10 دقائق 4 ساعة يجب أن يكون هذه الخطوة لديها أكثر لا تقوم بزيت لديها أكثر هنا أكثر العجينة ما هي الأمر ما هي الأمر؟ ما هي الأمر؟ ساعة من المرمجة هناك من مكتبات لذلك يمكن أن نضغط الضغط هذا يجب ان لن تأخذ تسرر ثم نضغط بالماء دقائق السلوة 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 خبز مليح نفعلها في هذه الطريقة نذكر بالعجينة أننا قمنا فيها زلالة واندت فيها السينو واندت فيها حبة الحلاوة واندت فيها حبة الحلاوة نضفها لدينا لدينا زلالة وعندنا وعندنا الغنة وعندنا ما أحبت نضفها وعندنا مضوان مضوان أحبت دعنا لنضفها نضيفها هل توجد البعض من البعض يجب أن تقوم بكوطرة سخونة نغلقها و نضعها في الفور سخونة تقريبا 35 دقيقة 35 دقيقة ثم نضعها في الفور نضعها 35 دقيقة ثم نضعها الغلاق و نضعها في الفور هذه النتيجة بعد 45 دقيقة نغطيها ثم نضعها الغلاق و نضعها حوالي 7 دقائق و لم تقوم بها من الأفاق نعم لنضعها من الأفاق و نضعها من الأفاق نعم حيث نضعها من الأفاق و ندعها من الأفاق و نضعها نضعها و نضعها في الفور و نضعها 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 هذه هي الخبزة ما شاء الله سخونا 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 ثم نحونا نحونا قليلا هناك من تحت هذه الخبزة من تحت هنا لا تفضل طيبة هنا نقرم الشاخ نقرر نقررها لأحباء لا تفضل لا تفضل بالفرنسي يقولون ميش 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 هذا يبدو فرنسي نعم 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 شاهدكم في الجنة لا تفضل لكم لا أقول لكم هذا يبدو جيد لقائنا كما قلنا لكم هذا يبدو جيد لن تستطيع الخبزة كما قلنا لكم هذا يبدو جيد لا تفضل 35 دقيقة عفوا ولكن طياف الكوكوطة تخذ الوقت أكثر 45 دقيقة ومن بعد سبعة دقائق نحيت لها لغطة وضعت لها سبعة دقائق حتى لا تفضل والذي لا تفضل ينحي لها لغطة ويشعر لها من الفق ويعسها حتى تحمر مليح حتى تحمر مليح حتى تفضل حتى تفضل حتى تفضل حتى تفضل نحقنا نهاية الجولة المطاف الرحلة لدينا المخبازية ويشعر عند يكرم المرأة أو يوهان هذا عند التقطيع ستكرم أو يوهان بسم الله هذا كما تفضل خبز كلها ويشعر فارينة كامل وحبز فارينة كامل فارينة ويشعر كامل فارينة يمكنك انتقوم بالتالي لدينا ويشعر 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 حتى تفضل ويشعر ويشعر السلام عليكم لدينا الفيديو السابق لدينا خبز كامل ويشعر ويشعر بنفس العجينة خبز كامل كامل يعني العجينة فتكة الفخار نفس العجينة سنفصل نفس العجينة ثالثة وهو كامل سنفصل ويشعر نفس العجينة نفس العجينة ثلاجة كما العادة خمرت ثلاثة 12 ساعة نفس المكون كما قلت سنجد اليوم سنفصل ثالث نفس نفس التكنيك نفس الطريقة نضيف لكي تسهل الخروج نضيف لكي تسهل لكي تسهل نضيف 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 لدينا ونقطع سنبول دفع نضيف ونقوم ثم نقطع ثم نضيف ثم نقطع مالك هل أجل هناك 4 خبزة تقريبا تقريبا تلتمية غرام على حسب المقادر التي أعطيناها من الأول تحضيرنا 4 خبزة تقريبا تلتمية غرام نبدأ تحضير الخبز كم طريقين كم طريقين bevor كم طريقين ثم نضع نفس الشيء لذلك نضع جميع خبزات هذه و جميع خبزات الطريقة في الخراء هذا سيكون الفاسوناج لذلك نضعها تخمر نضع أمبول و نضعها نفس الشيء نضع قليلا واحدة زوج 5 6 الثانية الثانية شكل المستطيل نضعها و نضع ثم نضع ثم نضع هذه النتيجة بعد موضع 20 دقيقة لتخمر كانت طريقتين لتخمر 20 دقيقة طريقة الأولى نضعها بشيفون نضيف و نضعها نضعها في منطقة لا يوجدها الطريقة الثانية التي استعملتها هي نضعها في الفور طافي و نضع المغلي و نضع المغلي و نضعها من تحت و هذه المغليات و هذه المغليات تساعدنا في التخمر و تأخذ المغليات و تأخذ المغليات القبيب و نضع الوج psic و، قبل المثور ن swollen ومرع إلى المغليات يبار redefine الخبز و نضع لفتنا و نضعها لفتنا و نعم نعود و نضيفه نضيفه و مليح نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه Letsık ason التي نضيفه و نضيفه نضيفه، نضيفه نضيفه و نضيفه سوف نقوم بتفاصيلها و نجعلها تقريباً ساعة يرتاحوا و يتخمروا و نضعهم في الفور و نضعهم في الفور و لا ننسى أن هذه الفتحة جدائية من الملتحت الخياطة جدائية من الملتحت و نضعها من تحت و نضعها الخبز و نضعها في ساعة أو ساعة لتخمر و قبل أن نضع هذه الساعة و نضع الفور و يسخن 250 دقائق و 250 درجة لمدة 10 دقائق و يسخن الملح و نضع الخبز و نضعها لتخمر و نضعها لتخمر و نضعها داخل الفور لكي لا يضع الملح نضعها كل و نضعه نبدة و نضعنا هذه هي قليل الخين الساعة التي تحتاج لنا خلال هذه الخبز مثلي في ساعة الناس لحظ destламونينا في فور لكي تبليدنا فتحصل على بعض الأ restricted فامل القطس هذه الفضلية الأستوثة هي قسم عمر الماء زج مغاف كبير الزيت ومغرفة كبيرة للسكر خلقناها هذه الأستوثة لتحمرنا الخبز المليح نضيف قليلا نأخذ المجيلات ونبدأ ونضيف بالشكل الذي أحب نضيف نضيف هذا الزلالة أحبت أن تزيد أنا لدي خارطة أزرع هنا لأيمن نضيف المهول ونضيف الخبز ونضيف التجار نضيف الخبز في الخالطة الزلالة ونضيف الخبز في المال الجران أنت هم أوضر الشيع احبه التجربة حبته تتخلطه هناك منافع كبيرة نحن نحن الزرار راح في الخفز نحن نضيفه في الداخل نعجر نضيفه على المدested 35 دقيقة cries 250 دراجات نحن نحن نرفوله في 250 دقار بسيطة توقيت داخل منطقة مرتفعة يمكننا التطبيقات داخل منطقة مرتفعة ونقوم بسيطة توقيت توقيت كمتازة توقيت كلها توقيت طريقة فورة 240 درجة 250 مدة 35 دقيقة ولكن توقيت توقيتها بسيطة 30 دقيقة ونقص لقد قمت بتشغيل تغنية لقد قمت بتشغيل تغنية كما توقيت بالفور لذلك المترجم للتصمي لتناقضي لتناقضي المضحي لك لأنه يتحفون الكبير لتناقضي المضحي لعباق لكن لدينا مضحي لك لك يتحفون الكبير أو السلطان وليس سليم كانت بالتغطان مع السلطان و ثلاثة سمولة هذا يمكننا التنقضي وضر وصورة كنا نقوم بشكل كبير كنا نقوم بشكل كبير كنا نقوم بشكل كبير نحن نقوم بشكل كبير لكي يجب عليك أن يصبح كبير كما نقوم بشكل كبير لكي لا تضيف المكتب في نفسنا هذه المكتبات هناك كبير هذه المكتبات في الوسط كبير وكبير نتمنى أن تجربوا هذا الخبز لديكم عدة طرق و أفو بات بك سحق السلام عليكم تابعية عدنا أنت انتقبوا انت ترجمة نانسي قنقر